دلوقتي بعد ما تعلمنا ازاي نعمل request عايزين بقى نجرب نوع تاني من request وهو post تعالوا نبدأ ونعمل tab جديد هتلاقوا هنا نوع request عندنا get و post و حاجات كتير احنا عايزين نبعد data للوب سايت يعني مثلا لما اعمل login ودخل username و password فالمفروض في الحالة دي request type يكون post زي كده ال url بتاعنا زي ما هو http bin.org تمام عايزين نبعد بقى حاجة في body يبقى هندخل على body ونختار الحاجة اللي عايزين نبعدها لو احنا عايزين نبعد data json يبقى منختار row شايفين row دي طبعا فيه انواع تاني وهنقول بعدين معناهم يبقى احنا عندنا حاجات كتير نختار row والنوع هل هو text لا احنا هنبعد json يبقى نختار json اللي هي application slash json ونبقى كده ده معناه يا جماعة ان احنا هنبعد json data زي ما تعلمنا json بيتكتب ازاي تخيل مع بعض ان احنا مسلا عايزين نكتب user name وال password يبقى هنفتح زي كده دي ما كنا بنعمل وفي json كنا بنحط الاول اسم الحاجة فهنقول مسلا name نقطتين فوق بعض نظام كده ده name وبعدين مسلا الايميل نقطتين فوق بعض مسلا تمام طيب طبعا هنا عازم نحط نقطتين فوق بعض عشان كده عامل لي error احنا يا جماعة زي كودينج بالزبط اي error بيحصل بنلاقيه بيظهر هنا ودائما قولنا قبل كده الكود اللي بنكتبه ده في الاساس لا واحنا هنبعد كود بيكون javascript json ده نوع من javascript طيب تعالوا نعمل send ونشوف ايه اللي هيحصل دوسنا send قال لي والله status 405 method not allowed احنا قولنا 200 دايما بتكون الدنيا تمام طيب 400 دي ايه مشكلتها بيقول لي المثود دي اللي هي post يعني not allowed في الصفحة دي بمعنى ان الصفحة اللي هي http bin.org ما ينفعش تعمل لها post تمام تخلي انت بتدخل على صفحة مثلا اي حاجة موقع سوق.com انت مش بتعمل post الحاجة انت عايز تجت ال data اللي فيه امتى بتختار post لما تكون مثلا هتدخل يوزر نيم هتعمل search والحاجات دي تمام فعشان كده هو بيقولك مثلا اهو لو احنا عايزين form بتحتاج get عشان represent data مش هينفع تبعت post او put فحاجة هي read only يبقى صفحة http bin.org دي اصلا read only ما ينفعش نedit فيها طيب هنعمل ايه المفروض ندخل على صفحة البوست هنعمل slash post ونبعت نفس request ونشوف هل هيحصل error ولا لا المرة دي قال لي status متين اوكي لقين الصفحة دي في الموقع متصممة بحيث انها تقبل عادي ان انا نبعت لها data تعالوا نشوف بادي بتاع response نقولنا زي قبل كده ان في بادي في request وفي بادي في response البادي بتاع response هنلاقي فيه عامل لي section مخصوص اسمه json شايفينه وحاطتلي فيه data هو الموقع متصمم كده بحيث ان انا لما ببعت له data بيرد علي زي البنج كده بها تاني عشان يعرفني ان ال data اتبعته فبيقول لي والله انت بعتلي data json ايميل اسمه طارق رشدي والنام اسمه نظام يبقى هو ده ال post request احنا بنبعت data لصفحة على عكس ال get request تعالوا نعمل save لل request ده زي ما عملنا save قبل كده لل get request احنا قولنا بنعمل ايه بندوس على save فقال لي هتسميه ايه هتسميه مثلا post request طبعا لازم نختار له collection يا اما نكارية collection جديدة يا اما نختار http bin نفسها وندوس save يبقى كده هنلاقي ال collection بتاعتنا لما ندوس عليها جواهة اتنين requests واحد get اللي هو my first postman request واحد post اللي هو post request عايزين بقى نجرب حاجة جديدة خالص تعالوا نفتح تاب جديدة وندخل على http bin.org slash uuid وندوس send الصفحة دي يا جماعة صفحة اسمها uuid وده زي unique number كده ما بيتكررش بمعنى ان كل ما ببعت request شايفين الرقم هو بيبدأ بc1 مثلا كل ما ببعت request الرقم ده بيتغير شايفين بقى 4 zero بقى c4 وهكذا المشكلة فين بقى تخيل ان انا لو عايز ادخل على الصفحة دي اللي هي uuid واخد الرقم اللي بيطلع ده واستخدمه في request تاني يعني مثلا انا عايز اخد الرقم اللي هو uuid اللي هيطلع لي ده واعمل post request في صفحة البوست وابعت الرقم اللي جالي فطبعا زي ما قلنا الرقم ده بيتغير كل مرة فتعالوا نشوف هنعمل ده ازاي تعالوا كده ندخل على حاجة جديدة ما عملنهاش قبل كده اسمها tests شايفين هنا في برامترز authorization headers body وهكذا وفي tests على يمين tests دي عبارة عن المكان اللي انا بكتب فيه test cases بتاعتي بكتبها في شكل code ان انا عايز اتأكد مثلا اعمل assertion ان كذا بيساوي كذا وعليمين في حاجة اسمها code snippet سنيبت يعني ايه يعني دي اكواد جاهزة بدل ما انا اكتب بنفسي code شوية functions كده لو عايز استخدمها ممكن استخدمها فاحنا عايزين نعمل ايه عايزين ناخد uuid ده الرقم اللي هيطلع لي ونشيله في variable تمام زي ما بنعمل في الكودنج مثلا x بتساوي 3 نفس الفكرة احنا هنعمل variable ونشيل جوايا قيمة uuid يبقى احنا هنعمل حاجة اسمها set a global variable اللي هي خامس واحدة من فوق set a global variable ايه معناها معناها ان انا هاخد القيمة بتاعت حاجة معينة وهشيلها في global variable بيقوله والله ال global variable ده لي key ولي value الkey اللي هو ايه اسم ال variable والvalue اللي هي قيمة اللي هتتشال جواه يعني مثلا لو قلنا له set uuid والvalue هتكون مثلا نظام تعالوا نعمل نفس request ده طبعا request ما ضيرش في حاجة بس بصوا فوق شايفين العين دي يا جماعة اللي فوق اهي لما بدوس عليها بيقول لي اهو انت عندك variable اسمه uuid والvalue بتاعته اسمها نظام ده اللي احنا عملناه عملنا variable سميناه uuid وشيلنا جواه value اسمها نظام بس احنا مش عايزين كده احنا عايزين نشيل جواه ال variable ده القيمة اللي جاية لي في response اللي هي uuid طيب انا لو قلت له شلي جواه uuid تعالوا نجرب كده مثلا طبعا ده ما ينفعش ليه ما ينفعش اهو something went wrong test results فيها مشكلة ليه ما ينفعش لانه ملقيش حاجة اسمها uuid uuid قديم تسجل جوا ال response صح؟ لكن انا مش مسايفه في حتة انا ما قلت لهش ادخل على ال response وهاتلي منها قيمة ده فعشان اخليه يدور جوا ال response على ال variable اللي اسمه uuid ويجيبهولي لازم اكتب امر تاني الامر اسمه let response وطبعا response ده اسم ال variable يعني لو قلت let x هتنفع تمام equals bm مقصود بيها postman dot response dot json ايه معنى الكلام ده يا جماعة let زي يا جماعة كلمة integer create variable تمام اعملي variable سميهولي response وشيلي جواه ال bm اللي هي postman dot response ال response اللي جاية من ال postman الرد اللي جاي وهاتلي من الرد ده ال json data يعني ما تجيبليش الرد كله لان طبعا ال response ممكن يكون data كتير فدورلي جواه على ال json data وشيليها دي يبقى ده معناه ان انا عملت مكان اسمه response هشيل جواه ال json data اللي جاية اللي هي دي تمام؟ طيب كده بقى هعمل ايه؟ انا هقوله global.set يعني اعملي variable set variable create variable اسمه uid المرة دي بقى هقوله شيل جواه قيمة ال uid لو جربت برضه مش هينفع ليه مش هينفع؟ لاني انا لازم اقوله ال uid ده موجود فين فانا هقوله كده response dot uid ايه الفرق؟ كده انا قلت له يا جماعة اعملي variable اسمه uid شيل جواه قيمة ال response بس مش كلها دور لي جوا response على حاجة اسمها uuid يبقى هو كده هيدخل جوا response اللي هي دي يدور اوالله في uuid هاتلي ال value بتاعتي وشيلها جوا ال variable اللي احنا كان يتنائل اللي اسمه uuid من اصعب الحاجات في بوستمان ان انا اكاري التست لان هي فيها شوية كودنج بس مع الوقت الموضوع هيبقى سهل احنا مازلنا يا جماعة في ال introduction بنعمل كل حاجة مرة واحدة يعني احنا بنكاري التست واحد بنسايف مرة بس قدام كل الحاجات دي هنتعمق فيها وهنعملها وتوصلوا ان شاء الله المرحلة ان الحاجات دي هتبقى سهلة جدا تعالوا ندوس send المرة دي المرة دي بقى ما قليش اي error تعالوا نطلع فوق ونشوف ال variable هتلاحظوا بقى ال variable اللي اسمه uuid بقى جواه القيمة اللي تحت دي اللي هي اتنين سبعة واحد وهكذا طيب ايه الميزة زي ما قلنا الميزة ان انا كده دي قيمة متغيرة تمام؟ يعني لو دست send تاني هتلاقي القيمة اتغيرت بقت اربعة اي واحد زي تحت كل ما دوس send القيمة هتتغير وهتبقى زي القيمة اللي تحت ليه لان انا كل ما ببعت request انا جواه ال request لسه بتاع ال get تمام؟ ببعت request اللي هو get ده فال request بيتبعت ففي ال body في ال response بيبقى في uuid وبعدين بعمل run لل tests التست بيتعمله run بعد ما request اتبعت فبروح اخد response اللي جاية واشيل قيمة uuid جواه ال variable ده طيب تعالوا بقى بما اننا دخلنا في التست دي نجرب حاجة تاني دلوقتي انا request اللي بعته ده ال status بتاعته متين صح؟ تخيل معي ان انا عايز اكتب test case احنا قلنا test case زمان ابارة عن expected result و actual result صح؟ واحنا بنملى ال expected result وبعدين لما نعمل execution نقارنها بال actual result فاحنا عايزين نعمل كده انا عايز اتأكد ان request ده كل ما بيتبعت ال response بتاعي بيكون ال status بتاعه متين اوكي تمام؟ فانا عايز كده اقول له والله ال expected result متين وشوفي ال actual result لما تعمل run لو طلعت متين قولي نتستكيس بوس لو طلعت حاجة يرميتين قولي نتستكيس فيل هتعالوا ننزل تحت هتلاقي تحت في status code 200 لما بندوس دي من جاهزة اللي عايز يحفظها ماشي اللي عايز ياخدها من هنا ماشي هي عبارة عن ان انا بكارية فانشن اسمها status code 200 دي فانشن هي وجواها بس بيدخل على ال response ويتأكد ان هي ال status بتاعتها 200 تعالوا نعمل send الاختلاف المراضي هو كل حاجة زي ما هي الاختلاف الوحيد ايه ان test results شايفينها تحت واحد على واحد بيقول لي والله انت عندك test case واحدة وال test case دي كانت بوس فكده ال code ده او ال request ده بوس تعالوا نجرب كده مثلا اغير خلي دي 200 واحد كده انا بعمل ايه انا بقول له والله اتأكد لي ان ال response بتاعي status code بتاعه 200 واحد كده المفروض التستكيس تبقى فيل ليه لانه قال لي والله انا كنت متوقع 200 واحد تعالوا نقرأ كده ده اسم الجماعة status code 200 ما لناشي دعوه بيه assertion error بيقول لي حصل error في ال assertion expect the response to have status code 201 but got 200 انا كنت متوقع 200 واحد بس جالي 200 طب اخليها بوس ازاي يبقى 200 وندوز send طبعا يفضل كل request نبعته نبعت معه ال status code بتاعه ك test case ان احنا نتأكد انه هو لو احنا عايزينه يبقى 200 او عايزينه يبقى 400 او 500 او ايا كان نقوله اتأكدلي من الحالة دي ودايما اي request بنعمله يا جماعة اي test case بنكتبها مع request ياريت نجرب مرة نخليها تبص ونخليها مرة تفيل عشان نعرف هل احنا كتبينها صح ولا غلط طيب تعالوا بقى نعمل ايه احنا عندنا collection جواها get وجواها post عايزين والله نرن الثلاثة requests يعني ايه نبعت الاول get request تمام للموقع عادي جدا وبعدين ندخل نجيب UUID نستلمه من الموقع ونسيفه في variable وبعدين نبعته في request جديد طيب تعالوا نرجع احنا اول request عندنا في http bin كان get صح get مثلا google.com تعالوا نغيره ونخليه انا فاكر انه كان حاجة غير كده بس انا غيرته http bin.org لو عندكم http bin.org تمام وندوس save طيب ده اول حاجة وعندنا UUID اهو بتاع get ده الجديد تعالوا نعمله save هنسميه ايه هنسميه UUID ونشيله جوا http bin زي صحابه عادي اهو وندوس save يبقى كده بقى عندي ثلاثة requests بس في حاجة احنا هنا هنعمل get وبعدين post وبعدين نجيب UUID احنا ما قلناش كده احنا قلنا عايزين نغير الترتيب بص انا حركت ده من هنا الهنا عادي ممكن انقله ونزله انا عايز لا الترتيب غير كده انا عايز ادخل على الموقع وبعدين اجيب UUID وبعدين اعمله boost طيب اول واحدة دي عارفينها عادي جدا بدخل على الموقع وممكن كمان ندخل على tests ونحط status code is 20 تعالوا بقى نخلي الشغل professional شوي اهي يبقى اول واحدة دي تمام get وهي test result 1 و UUID تعالوا نبعثه برضو اهو تمام البوست بقى المرة دي بقى احنا مش هنبعثه في البادي تمام احنا هنبعثه من البرامتر تعال ندخل على البرامتر ونقول له والله انا عندي برامتر اسمه myUUID وقيمته ايه؟ قيمته UUID طيب انا لو عايزة اقول له ان قيمة البرامتر ده بVariable بفتح قسين كده ودي كل الVariables اللي عندي فيه حاجات جاية مع اصلا boost main زي random integer ده هيطلع لي اي رقم random بس ده مش هنعايزينه نعايزين UUID اهو بيكمل لي auto وهكذا يبقى لما هعمل send بصوا على ال body بتاع ال response هتلاقي والله الarguments قال لي myUUID هو كذا انهي UUID اللي هو موجود في اخر مرة بعتنا ال request طيب كده احنا عملنا save للتلاتة تعالوا ندوز control s في التلاتة كده التلاتة تسايفه دلوقتي بقى زي ما احنا في العادي ممكن التستكيس بتاعتنا نحولها ال automation boost main في نفس الفكرة يعني انا عندي ثلاثة requests وانا ناوي اعملهم run ورا بعض ليه بقى ادخل على كل request بالترتيب وعملوا run لا الافضل ان انا من حاجة اسمها collection runner بعمل run للتالتة شايفين ال collection بتاعتنا اهي هندوس عليها على يمين في سهم كده لو دوسنا عليه هتلاقوا كلمة run تعالوا ندوس عليها ونشوف ايلا هيحصل فتح لي برنامج تاني اسمه collection runner شايفين اسمه فوق ده مش postman يعني ده برنامج جاي مع postman طبعا ده ال history بتاعه على يمين كأنه مش موجود هو عندكم مش هتلاقوه خلينا على الشمال بيقول لي والله http bin اهو في جواه ثلاثة request هتعمله كام اتريشان كام اتريشان يعني هتعمل run للريكويست ده كام مرة والدليمة بينهم كام وهتسجل ال response بتاعت انهي في الريكويست تعالوا ندوس run على كده ونشوف بصوا اللي هيحصل الراجل عمل ايه؟ عمل run للجيت وقال لي والله ده كان جواه واحد test case والstatus code بتاعتها متين عمل بعدين الجيت التاني وبعدين عمل post للpost request وأنا عندي اتنين test cases تعالوا نعمل كمان test case للتالت ده نرجع على postman اهو ندخل على ال post ندوس على tests وندوس على status code is متين عشان بس نتأكد ان كلهم بيشتغلوا يبقى تعالوا ندوس retroy بيعملوهم run تاني لو رجعنا دوسنا على collection runner العشمال دي المرة دي مثلا لا انا والله عايز اجرب الريكويست ده لو اتكرر عشر مرات تمام عشر مرات ده automation بقى ده performance testing يا جماعة بس انا عايز اشوف كمان الفرق ما بينهم لان خدوا بالكم لو دوست run هتلاقي العشر ريكويستات تتعامل ورا بعض من غير ما اخد بالي تعالوا نشوفها الاول مصرم بدوست run كل ريكويست بيجي ورا التاني فانا مش لاحق اصلا اشوف ايه اللي بيحصل تمام اهو وصلنا لسبعة شايفين العداد العليمين لغاية عشرة لو رجعنا كليكش فانرانر فانا لا انا عايز مثلا دي لي دابل ميلي ثانية مش بالثانية لو قلت له 500 500 ميلي ساكند يعني مص ثانية بصوا كده اللي هيحصل كده ان قادر ريكويست ويستنى مص ثانية ويعمل الريكويست الورا وهكذا وهكذا طبعا نبص على مثلا الوقت اللي بياخدوا كل ريكويست هتلاقي ده 160 ميلي ثانية 170 160 يبقى الافريج ممتاز يعني هتلاحظوا ان ايه ان كلهم بيتراحوا حوالين ال 170 او ال 160 امتى يبقى في مشكلة لو ريكويست في النص مثلا خد 1000 ميلي ثانية خد ثلاث ثواني ثلاث ثلاث ميلي ثانية كده يبقى انا عندي مشكلة يقول لي والله السامري بتاعه يعني ان انا عملت 30 تست كيس ليه 30 لان انا كل ريكويست كان جواه تست كيس بتتأكل الستيتاس كود 200 وهم 10 ريكويستات وكل واحد جواه 3 يبقى 10 في 30 او 10 في 33 لو دوسنا على ران سامري بيقول لي اهو دي النتيجة بتاعتك ان ال 3 كانوا باص شايفين العشر مرات ولو عايز تشوف كمان كل ريكويست ايه حالته بيقول لي اهو الستيتاس كود 200 كانت باص في كله يبقى كده احنا خلصنا الانترودكشن بتاعت بوستمان يعني اللي وصل معنا لحد هنا يقدر مثلا يكتب في سيفي انه هو عنده جود نولدج اباوت اي بي اي تستينج تمام لان انت دلوقتي عرفت تكتب ريكويست عرفت الفرق ما بين البوست والجيت والمتين وربعمائة والخمسمائة عرفت تسايف الريكويستات بتاعتك وتكتب لها من سنيبت بانل تست كيسز وكمان تعرف تعمل اوتوميشن من خلال الكليكشنران بس كده احنا نعرف حاجة عن كل حاجة يعني كل دي مبادئ ان شاء الله من الفيديو الجاي بقى هنبدأ نمسك بوستمان بتعمق ونشتغل على مشروع حقيقي وناخده من الالف لليه زين بيقوله او من ايه توزد و ايه ونبدأ نطبق كل حاجة عني شكرا على المشاهدة ونشوفكو في الفيديو الجاي ان شاء الله